موسيقى درني الوسط أخي سامير نعم درني الوسط أخي سامير لا أحب أن أعترف بالديمونتية لا أحب لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا يوجد ألف دولار لا يوجد نسخة من نيجيريا فرصك نيجيريا سامير لا يوجد طابور على الحليب 220 مليون لا يوجد طابور على الحليب 120 مليون الموجود لا يوجد أن يتعقد بالله مهمة علينا هذه النقطة جانبية تعدى قال لك فدران رجيستر دي المريكان قال لك أقوى ضكيمون ما تفق معك لا تقول لك فدران رجيستر دي المريكان شوفوا ما هو ما هو التفق معل صورت بالكلمة مروركو على اللحاب بل امرود قال لك أن فدران رجيستر بما أنه ، قال لك فدران رجيستر بما أن هذه النطة و جميع العقولة مرودة بما أنه أقوى لأ الجرية و بارك الله فيك هانت و لكن نشوفه شنو ريكوغنيزين دو سيفرانتي أوف كينغدوم أوف ماروكو أوفر دو ويستن ساحارة يعني في أقوى دوكيمون تلك تعتارف به و كتقراء أقوى دوكيمون في النص ساحرة مغربية نزيدك عاو تاني جبده هو هدر على جورنال أوفيسيال ديال إسبانيا نوريك جورنال أوفيسيال ديال إسبانيا ما كان حتى مشكل و ستقراء فيه العيون المغربية العيون المغربية هو جئب جورنال و يتقبح مع الشمالي اللي الشمالي ساكن في إسبانيا ده باهو تعرف حسن من الشمالي ده باهو فرح أريد أن أسميته أفاك و أقوى قلنا بسميته أخسسيكو سميته بلتان أريد أنه مكتوبة أمسي بوليتين ايه بلتان بلتان أوفيسيال ايه و سنكبرنا و نرى ما فيها رى ما فيها الشمالي عيون مارويكوس مروايكوس مروايكوس بلوكيمون الجديد ماذا يتجبون الجديد ماذا يتجبون الجديد ندخل في المغرب واسم المغرب رغم ان الشمال يجب لها اتفاقية بين سليمان و بن اسباني في امريك المغرب نجيب لي انا محمد بن عبدالله ونجيب انا اتفاقية والنسخة الاصلية ويقرأ فيها كما مكتوبة في اتفاق المولى سليمان السلطان و مالك هذه اتفاقية الاصلية بسم الله الرحمن الرحمن نعم محمد بن عبدالله سنة 1750 ماذا فيها مولانا السلطان الاعظم سلطان اراكش وفاس وامكناسة وتفيلات وسوس ودرعة وكافة الاعقاليم المغربية وكافة الاعقاليم المغربية تاج الملوك تاج الملوك اتفاقية اصلية تقول لك ايه قولي السلطان اقولين المانك اه واسر الله انجليه دفا المسألة دي الخيانة ها اه هنه اكلوزيل نعم هنه اكلوزيل وبينت لكم ذاك النار لماذا ما فيه من مرجعين جزائري في 928 عندما كان المغرب في حرب مع النمسا ماذا فعل الانكشارين وتقوك الجزائر اي جزائر على كنسبتها الجزائر ايالة الجزائر هي فقط وحجوز صغير جزائر بني مصغلة اللي كان فيها الداي اللي هو الداي الداي حسين اللي هو اخر الداي كان في الجزائر اما المنطقة كلها كانت تابعة للعثمانين وعندي آلاف وآلاف لأدلة لأدلة عليها هذوك الانكشارين خانونة خانونة جاهم اوامر من باب العالي انهم يمدوا العون للنمساوين اللي كنا معاهم في حرب ويعطيوهم حتى المراسي ويساندوهم على حرب ضد المغرب من مراهبي سانة فرنسا دخلت اش بويت يدير لي السلطان عبد رحمه بنه هشام السامير بويت يصفق لهم وليش بويت يدير ليهم وما اصلا خوانة ابناء خوانة ان كي شاريين لقاطاء الانادول كما قال عليهم اندري جوليان كانوا لقاطاء الانادول من لا يحفظون عادا ولا يتقون الله في جار وانا اجبت لكم من المرجع الجزائري الذي يتبتوا هذه الخيانة ومن بعد كيت عجات يقولك ان السلطان عبد رحمه بنه هشام قال فرنسا قال لي هنأهم وقال لي هنأهم وقال لي هنأهم ها هو الكتاب ها هو المرجع جزائري حقه دكتور جزائري وضرره دكتور دراج شوفوا 89 فرامان من السلطان فرامان بحل قلتي رسالة سلطانية من الباب العالي من السلطان محمود الثاني الى حسين باشا اواخر ربيع الاول سبتمبر 1829 امر تقول لي كانوا مستقلين وكيجيهم الامر ملين من الباب العالي امر بتجنب التدخل في النزاع الذي نشب بين النمسا وفاس وعدم اعتراض السفن النمساوية والسماح لها بالرسو في ميناء وهران شوف الخواناء ابناء الخواناء اشي الخواناء اجدارو الصاليبيين اعطوهم الموانئ باش يضربوا المغريب امور هابي سانة جا تعجب ان السلطان عبد الرحمام بنهيشام يهيئ فرنسا انا لو كنت انا من السلطان عبد الرحمام بنهيشام واندخل انا بالجيج ديالي تانانيت باش تحتل هذه الرقعة الجغرافية وقال لك خانة طورة انا اي او طورة تتحدث نجيب لك من كتاب اخر جزائري وشوف كيف دخل فرنسا انا نورك جزائري هالكتب كلها جزائري يا سي سامير نجيب لك كيف دخلت فرنسا دخلت بدون مقاومة من ميناء شي دي فرز 5 جوليا 1830 والمرجي عندي اللي هو تاريخ الجزائف القديم والحديث لمبارك الملي هذا كان اول مؤرخ جزائري لتزاد في 1920 كتاب تاريخ الجزائف القديم والحديث ها هو نحل الكاميرا ونوري الكلام سهل كلام على العواهلي سهل ولكن بجيب ادي اللي بحلده مفحيمة يلي صعيبة هنا جزء ثالث سبحات 329 سنة استسلام الداي كيف استسلام الداي شوف الاخر وبناء على هذا الوهم الخاطئ نقل الداي القسم اكبر من قواته الى التي كانت معسكرة في الشواطئ الغربية الى الناحية الشرقية واستعد لملاقات الفرنسيين حيث لم ينزلوا ذلك هو الخطأ الذي مكن الفرنسيين من اقتراب من ميناء سيدي فرج وفي مسائل يوم نفسه دون ان يلقوا مقاومة دون ان يلقوا مقاومة اجدار الجزائرين ان يقاومون ان السلطان عبد الرحمن من هشام اجدار قال لك خان التورة الجزائرية اي جزائرين تتحدى تخويل ان تتحدث عن انكشاريين وهل انكشاريين هم الجزائريين لان اندري جوليان في عدرياس البحر يقول ان لفظ الجزائريين اذا وجدت لفظ الجزائريين اطراك الجزائر اما الاهالي يطلق عليهم الاهالي ومن كان يحكموا هم الانكشاريون واندري جوليان يقول انكشاريون هم ملقطاء الاناظر اي واحد فيما كان ملقط في الاناظر ما كيعرفش بواه ما كيعرفش مموشكون اش كيديرو كيجمعوهم وكيديروهم في جيش سمي الجيش الانكشاري وبدوا كيغزيو به دولة 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 اللي احتلوها العثمانيين انا ومن بعد جابنا الحدود جبدعوتان الويدان والويدان سمهم حدود بحل بك النار الويدان قال لك حدود هل هذا القيب؟ هل من حد عندنا؟ ورانا شي عشرين واد شي عشرين واد كان او لا سي سامير الى عشرين واد حمد او كانت عندنا ستمية دولة احنا اما الحدود انا سأبدالك من اللوفر المتحف اللوفر انكت عشق الخرائض موثقة من متحف اللوفر هذا اللوفر هوا شوف الحدود العلويين شوف العلويين فين كانوا وقال لك ملوية شوفها فين عرفت هذه ايشناية؟ ماذا نال السينيقال الويدان وقال لك هادو هما الحدود ومن بعد جبدلنا نوميديا تعرف نوميديا يمتن قرضات السي سامير ونوميديا نتنقر الورا تديرم هما القبائل لان كانوا امازيغ اتقربك انت يا جزائري حفيد انجيش اريلي نوميديا نوميديا عندما احتلوها الرومان ما بقى شئ اسم نوميديا ومن بعد بوكوس عندما هذا مايوب الأول الحدود تحت الويد الكبير اكثر من جزائري يمزغنى ايه من ويد ملوية هذه مملكة موريطانيا اللي تقسمت سنة 42 بعد الميلاد اللي قسموها الرومان إلى دولتين موريطانيا الطنجية وموريطانيا القيصرية وبجوج بهم موريطانيا وبجوج بهم كي حكمهم بوكوس وبوكود اللي هما اولاد ماسنوس وهذا اولاد ماسنوس هو ابن بوكوس الاول اللي هو حفيد الملك باكا الموري المغربي يعني ان الرومان قسمو هاد الدولتين هادو رامان شيدك جيال اخر او اسمي هالجزائر لا هذه دولة واحدة قسموها ومن بعد او من بعد تاوح هادو هو قال لي كانوا كانوا ملوية ولكن انا صراحة ملومش عليه هادو احد ضحايا دومير لان دومير اشنوده جاب ليهو عندك السيادة بيرجور مع الأوفيسيار ما بيرجور بلقى أوفيسيار اهو جاي اهو جاي اهو جاي جاي هادي را مقولة ديال وين ما كنت معنا سامر ما فهمك شو ربا ما مفهم هادي كشي قلت لك اخويا سامر سمح لي قطعتك قلت لك ورد هديك بولتين بالاسبانية حيث هو قل لك وانا ما عندك شما مكتوب جورنال وانا ما كتب بولتين فانت تبع الفرنسا او بولتين بينما يمكنك بولتين بالاسبانية يعني بمعنى بولتين بالفرنسا هذا هو ابنك يدوي على السيادة وقال لك أنت لدينا دولة انظروا البيتة أوفيسيال لالجيري من 1909 في أرشيف الفرنسي بينما يتحداني في هذه السنة من الأرشيف المغربي وفيها المملكة المغربية انظروا ما فيها جورنال أوفيسيال لالجيري ريبيبليك فرنسيز ريبيبليك فرنسيز يعني هما كانوا تابعين لفرنسا كانوا جزء ما كانوا مستعمرة كانت مستوطنة فرنسية يعني انت لذا بقبل 62 جميع الجرائد الرسمية هانتوا ما جميع الجرائد الرسمية هانت شوف في 62 ستجدون في فرنسا هانت وجابتنا عملة يعني كانت الجزائر اي جزائر ومن سمك جزائر انت سمتي جزائر بمرصوم شنيدر 1939 و لا بس سمك جزائر اما الاقتراحة كانت الاقتراح الاول الممتلكات الفرنسية في شمال افريقيا وتخيلكم بقسمة الممتلكات الافريقية في جمال افريقيا تخيلكم تفالدة هذا الاسم ملينتا انا من الممتلكات الفرنسية في جمال افريقيا سمير شكرا نمشي عمد الجنرال بونار بونار خليني نعطي لك سؤال خليني نعطي لك سؤال متلي السؤال اسمع بونار هذو المغاربة هبلوني هبلوني يقولوا الجزائر ولو مكاسو الى يومنا هذا مكلا جزائر ولو وحن اثناشن قرن مملكة امبراطورية حاكمين افريقيا اسبانيا اعطينا لها العصاء فرنسا اعطينا لها العصاء لما نفهم ولونا بونار واش تقول ذو الكلام هذا واه يا اخو يا سامير والله فتجير واحد نو سمع بيهم كمبلتنو باش تقول هالي الخروطو يبقى وخروطو اسمع قلت لك البارح تذيبك هالكي ما وصلش لعنبا يقول لك يقول لك حمضة قلت لك والله أغير سمح لي شوية لدينا عيد الكراني مجيني في زرف اوكي الساحة بتطارك تعرف الساحة بتطارك تعرف منها لازم ليه احترام هم يطلعوا لك الكونت المغاربة بس احترمهم برك وتقدر تقول واش تحب هذا يوم بعد اياه ذكروا عن دكتور جباري خير يا الله العليم لا صراح الله كان يوم يا صبر كيف ينصب يتبذ به ذلك؟ انا انا اعجبني انا 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 اعجبني لاحظة شوها القادية شد واحد باراقراف واحد لاباش وبغاء اتبت به واحد المعطن ما هو ما فهو ما فهمش بان راه الاتبات العلمي الاتبات العلمي ما كان نقضوش حالة واحدة او مرجع واحد راه راه اشوف والله الذي لا اله الا هو يدعي انه متقف انا قنقول له ما الفرق ما بين المرجع والمصدر والله هي ما يقدر يجاوبي لان المرجع اشو المرجع المرجع هي هو الموطوق هي وثيقة خارجة من مؤسسة او دولة موقعة هذا يسمى مرجع مصدر هذا شوف المصدر شوف المصدر كيفاش داير شوف المصدر كيف نقوله علميا تقوله مصدر هذا مصدر يكون عبارة عن كتاب وتم توثيقه من عدة دكاترة من نفس العلوب من عدة دول تصور عنا بس تقول كتاب كأنه مصدر كيف يكون كتاب موتقه بمعنى هذا الكتاب الذي يجب توثيقه يقولك بالاتفاق والمراجعة من دكاترة فلان بالفلان فلان بالفلان فلان بالفلان فلان بالفلان والتوق يعدي له في الاخر هذا يعد مصدر فيسمى التوثيق لكي يكون مصدر هذا يأتيني بكتاب لا هو بمصدر ولا هو بمرجع ماشي مشكل اخوة الكرام لعدنة ما شاء الله عليهم مشاهم عاف نفسية ويقين لم يستطع لم يستطع لم يستطع لم يستطع بش يفوت في الصفحة واحدة واربعين وقف في الصفحة واحدة واربعين داك الباراغراف مقدرش يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يا دكتور لا وانا وانا حجتك ضعيفة لان لو كنت قويا في الحجة لجئتنا بعشر او خمسة او خمستاشر كتاب يقولون نفس الشيء او حتى غير ثلاث كتب يقولون نفس الشيء من مؤرخين مختلفين انت ما كنت عارض حتى تناظر لا تعلم كيف 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 تمر المناظرة انا من يقول لك يقول لك بين الشمالي تقول لك هذه وثيقة مؤسساتية بمعنى مرجع لان لان التاريخ ليس حكاية حكاية سينديبان ليس حكاية سينديبان قال فلان وقال فرتلان وقال فلان وقال هذا هذا ماشي تاريخ هذا هذي حكاية علي بابا وسينديبان التاريخ هو عبارة عن عن عهود وطائق وآدات واتفاعيات وخراعيات 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 لم يشي أي خريطة هناك الخريطة المصادقة عليها وهناك الخريطة لقلوء مقبولة بعد الشيء لأنها تقرب إلى الخراعيات المصادقة عليها أنت كمسلم لو كنت مسلما كما تدعي لما أخذت غرب تقرب بقى مكان يروحنا في الإسلام وعندما إذا كان الإسلام يخص الأحاديث النبوية وتوتير الأحاديث النبوية وش هذا الشيء؟ يتطبق على الأحاديث النبوية يتطبق على الأحاديث النبوية هذا هو الإسلام عندك تغيب الإسلام هو الشيء منك تريد أن تدير شيئا بالإجماع صورة اجتهاد لا عندك صورة ولا عندك اجتهاد ولا عندك إجماع لا عندك تحسب هذا شيء سألت لي واحد منها 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 ودك البراغراف مربوض عليه قلت إنا جديدة الموت والله مقاري أقسيم بالله مقاري الأرتيق والله الذي لا إله إلا هو ما قريته لو كان قريته قامت جبدوه ستسكت لأنه على الأرتيق في كوالد في كوالد أن القبائل لا يريدون أن يدخلوا معكم قبائل لا يريدون أن يدخلوا معكم في السادسات وعدتهم قلت لهم أن نخرجوا في فرنسا ونعطيكم بلادكم السادسات قال لكم بغينا بلادنا السادسات قال لكم بغينا بلادنا الولاية واحد وخمسة وستة والولاية جوز واربعة وثلاثة ماضوا حرب بيناتهم هذه القبائل هذا كنقول لكم نهار سبعة سبعة القبائل لا يريدون أن يدخلوا معكم في الجزائر الفرنسية ومقابلين لأي فيها لهم يحزنوا يريدون أن يدخلوا لتموحدهم المنطقة الغربية الشرعية للمملكة المغربية رفضوا 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 أن ينتمون إلى الجزائر الفرنسية الشعر في القبائل أما السحراء أما السحراء حدث ولا حرش حدث ولا حرش حدث ولا حرش هالسحراء ناضوا معكم في معارك وحروبات رانوضوا معكم سبعة وعندك ملو ترواسات واحد من نفس السلطة واحدين ألف وتسعمائة وتلاتة وسستين هوما معكم في الحرب ما بغاوش يدخلوا معكم هذا كلارتيكل تيقول لكم نوبا ولدي رك رك فرنسي أنت جزائر فرنسية هذا هو اللي يقول لك أولا قدرت تكتب لي تحديد الرجال تحديد ديال ديال السواكر لا تحديدك لديك مصطلح بلتك وزورنار وما تريد أن تبت بيه السيادة ما لديك عقلك وما لديك عقل تكسبه أو لا تكسبه لا تكسبه لا تكسبه وبغي تدير فيها انك متقف و اكاديمي. ارى انك نكتب. انا انا انت فرجعك اخوتي. اش حال من المصدر جاب? اش حال من المصدر حطو? اش حال من مرجع جابه? وش يقول لك مرجع واحد او مصدر واحد? بش يود تقول لك الكلام. تيجي بالكتاب الوفلاني والكتاب الوفلاني والمؤرخ الوفلاني والشهادة الوفلاني ومدقينة الوفلاني. وانت يب شد لي باراكراف. واش انتها دبا دبا انتها 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 زيدك على توتو صاحب الدجاجة. انت وتوتو صاحب الدجاجة نفسي زي عندما يقولوا صاحبه الف 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 والله لا الهي الا هو. وانا قلت لك نهارة تبقيت اعظار معي في الاقتصاد. قلنا اذا انت هارة تبقيت ادار معي في صاحب الوفلاني ارد الوفلاني. او لا كتاب اعطا بالعمامارا. انا كنت اعطا بالعمامارا. انا كنعال فهم زيان. العمامارا النابغة. العمامارا من 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 اللي قامع تابرهم عندهم عقل. ادخل القل واحد اللي قين عند الجزائريين بصبح انا واخده عن عمارة شريك في كريسيس انترماشيناي انهم قد يتم عمله من القيام الولدي الصغري يلعب معكم يتحكي معكم بشيء امرهم انادرك كيف انادرك مناظرك. ما عقدت تفرغت نهاية. ما قد تفرغت حتى. مساء من المناظرة والله الذي لا الله إنك لا تعلم. لا تعلم كيف المناظرة. وحقوق المناظرة وكيف اش. من ذلك تطلع وانت. و تران غادي. تران تران. غادي بلد. غايد خلو في حي. يقول كالله الذي لا إله إلا هو والعلم لله هاد الناس كيشربهم في المشي حاجة كيشربوا هادو كيشربو في المشي حاجة هادو كيعطيهم في العبارة انا مشي عادي. ناس مشي عاديين يا صحبيب بشهادة العالم كله. ليسوا عاديين. لا في المنطقة. لا في الكلام. لا في المناظرة. لا في تشيء. ولا شيء. هذا والله يا راقيب هذي يرشي حتى يبقى كلمة. انا شاء الله قلوه القلوة 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 قلوة دخالي مليكو جاي. عندي المرة جاي من جزائر قولي يجيب لي شيء قرعد الممعان دي لا تحليلنا في المغرب. اقرب يقول له شيء مالية مع أخوية للتحليل إذا كنت أرغب ورق 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 مالية التحليل سمت عادية لكم لا أرغب مصيباتش شوف الدكتور الاتهامات هذه سيرجع لك عليها المهدي لا يا سامر سامر فخامت الرئيس المهدي قم تخلي الدكتور المهدي جاوبة سامر بحية حتى نغالي نتعشى قم تعطيه الدكتور المهدي هو أطلع شوف الأخوة ما شاء الله جاوبه جاوبة أخي سامر بقى جوجة النقاط التي لم يجاوبوا ليهم سوف نجاوب عليهم بكل سرعة سمحته لي لا نمس المهدي سوف نكون معكم في استمع لا نكون معكم مهم أنه لا أبقى أنه أخرى أنا أستطيع التوقيت ألمانيا وما جاورها ألمانيا وهولندا وأنا معك ثلاث ساعة ونصف سوف نجاوبكم أخي سامر لأنه أساسا هذا الأخ بالنسبة لي هو أخسر المناظرة هي مناظرة سليبانية نعم سليبانية عادي أو أساسا في الطو موبيل وكذلك والله أفتح لك تلت متبضح منذ أن الحالة دي ما لناه؟ أخسر المناظرة حتى ما جاوبني ولا حتى لشبه من اللي يفتح النوبة دياله ينقذ من الموضوع إلى الموضوع إلى الموضوع أخري لا يستطيع أن يجاوبوا لأنه بالنسبة لي كاريتا إن شاء الله نرى هذا الليف عندك في قناة ديركت نزلوا كاملة أخي سامر بقى وجوجة للنقاط لأنه أشكر الأخ سامر جاوبه على النقاط الأخرين والدكتور إلى آخرين ولكن هو بقى وجوجة للنقاط من يتكلم للموحدين نحن اللي صنعناهم وكانوا جزائريين أولا هذه الكلمات وتحداني في أنه سبتا سبتا عمره مطالب بها المغرب بينما أنا نتحدى في العكس تماما أنا جاوب الله جوجة النقاط أخي سامر ستكبر لي الكاميرا وما نتعطلش ومتعش شاوم قمعكم في استماع إذا كنت تكلموا وحد إذا كنت ننزلوا لا أخي تعطلت أنا مازال مني طلعتي وأنا ساكت فلقيتيني ساكت أنا حكموا اللي بحد كما صاحبي شو أنا ما نتعطلش ما نتعطلش مني طلعتي وأنا ساكت كنت أنا موجود نتعطلت المهدي المهدي ذوك ناطك شوف المهدي ناطك ما نتكلمش حال من واحد تتكلم صافي صافي أنا مازال ما تتكلمش المهدي ما أعطيك ربعة سوايا على المهدي سنة شوف قال لك سيدي الموحدين أصلا هم الجزائريين هو الجزائري اللي صنعهم هذا ابن الأتير الكامل في التاريخ الجزء التاسع أغاملين تعرفوا واحد الحاجة مني كنت تتكلموا على ابن الأتير الذي عاصر الموحدين في البداية دي لهم يعني كنت أضل لك واحد الكتاب كتبه في الزمن دي لهم كيعرفهم بزيان تاسع سبحان 119 تتكلم لك على سنة 514 مكتوب هنا 514 ماذا يقول لك؟ ذكر ابتداء أمر محمد بن طومرت وعبد المؤمن هذا الذي يتكلم لك قال لك من نظرهما وجزائري وكان يقولوا أنتو تري في ظلا الجيري حتى هو وكان يقول بيبا عمي تببون وملكوهما في هذه السنة كان ابتداء أمر المهدي آه فات السنة المهدي هو اللي يبدأ شكو نواد المهدي آه أبي عبد الله الدكتور المهدي آبي عبد الله محمد بن عبد الله بن طومرت بسن تمورت ابن تمورت زمان بن طومرت العلاوي الحساني وقبيلته من المصاميدة أنا اللي معك اللي كنتكلم معك آخي أنا من نفس القبيلة دي المصاميدة دي الشمال أنا من غمارة جبال غمارة أنا أمازيغي وقبيلته من المصاميدة المصاميدة تعرف بهرغة في جبل السوس هو من ديال جبل السوس هاي موجودة جبل السوس من بلاد المغرب هو اللي بدأ آه ونذكر أمره هو أمر عبد المؤمن هذه السنة إلى أن فرغة من ملك المغرب مجدداً هذي شي كنتم مغربة احنا ما قلنا لكش ولكن هذي الموحدين هذو كانوا ديال المغرب ديال اليوم المغرب بشي ديال الأنجيري فخارج منها إلى قرية بالقرب هذي سبحان الله مرامي وستوتين قرب منها اسمها من لالة فلقيه بها عبد المؤمن اسم مطلق عبد المؤمن بن علي فرآه فيه من النجابة والنظم هو شافه وعجبه هذي الدري قال لك الدري هذا ناظي ما شاء الله ذا كيف حلم هذي هذا اللي معانى الدكتور المهدي ما شاء الله وقال لك هذا نتاخده يعني غلام نشي غلام عفون بغيت نقصد يعني تلميذ تلميذ عفون اذا ماذا يقول البيداء مثلا شكول لي ولا هذي المهدي المهدي ها هو امشي صفحة ميتين واحد مباشرة مش منطولش عليكم ذكر وفاة المهدي قبل ما يموت هذي المهدي هذا اللي كان هو المالك لانه تقال لك ذكره ملكهما ديالهم ذاك ذكر وفاة المهدي في الصفحة ميتين واحد مش انت المهدي اللي يموت انت ما زال معانا مهم اشتد مرضه هو سأل عن عبد المومن سوء الالفين عبد المومن هذا اللي من نظره مطل فقيلة هو سالم قالوا لا زمم لي هو سالم بما يموت وصى أصحابه بإتباعه وتقديمه وتسليم الأمر إله هو اللي سلم الأمر إله هو اللي سلم الملك واحد مغربي أعطى الملك لواحد تابع ليهتلمت دياله ويكون من نظره ما يكون من الصين العاصمة هي مراكش والقارار كيخرجه مراكش والجيوش كيخرجه مراكش والإقيد له ولقبه أمر المؤمنين هاي ثم مات المهدي هو اللي لقبه أمر المؤمنين هو اللي اعطاه هادي وماته لأنه كان 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 حسار واحد المعركة ومرطف ديك المعركة دياله دياله هادي وإذا هو اللي سلم الملك إذا المالك الأول هو مغربي قح ابن طومرت هذا ابن طومرت ميسل تمرت بمعناها بالأمازيغية ولد الأرض بمعناها السوسي من قبائل سوس من قبائل هذا بشوف انتقلكم هادي بعدك واضح هذا اللي يقول لك بأن هاد الموحدين من الصين ولا من عف منين هادوغاك يخرب قوالينا يسلم شوف نجي لكم مباشرا هادو هادوغاك نتحداك يا الشمالي نتحداك يا الشمالي وكيف يتحداك يا الشمالي بأنك تجيب لي واتقة رسمية بأنكم قد طلبوا بسبتة نجي لك أنا ها 1960 ما يعمل يوم بعد هاش بلا مفتح لكم أصلا الأخبار ديال اسبانيا كول هكا تقول هذا الكلام بأن المغرب لا يتنازل عن سبتة ما زال يومينا هادوغاك يذكرونه هاش رغمان نوريكم شيرا نوريتها بزاف ديال الخطرات في اللايفات وإذا بغيت حداني المرة الجاية يشوفوه هادوغنين هادي من الأمم المتحدة United Nations ها هي Assemblée General يعني General Assembly ولا معرفة بالإنجليزة كيفاش تنطق ننزلوا التحت نشوفوا الكلمة ديال المغرب منذوب المغرب ماذا يقول ها للأسف كنت سجلتها بس ما تعطلش عليكم ها ولكن ها هي السقل لي مستس كلمة ديال المندوب المغربي شما صفحة يا ربي شما صفحة أعطيني غا واحد دقيقة وهادي آخر حاجة آخر نقطع نتكرارها ونمشي في حالي شما صفحة أنك تجيب لي أنت مسمعك لكي أنتها أنت طلعتها لأسر لو كنت سمعتها أنك الجاوب ألا أرزاليا أعطينا في أي باب الآن في أي لجنة ونقش هذه القضية تأسي المنينية ما شي هذا أول سؤال صاحبينا ممكن تجيب شراء لتسؤال ما هي ذيك يجيك الكلمة وطرح سؤال ممكن تجيب شراء لتسؤال ورا يجاوب فيه واحد آخر أنتك يجيك الكلمة دوك يجيك الكلمة وطرح له سؤال كمل شعب أنا أراجي شو الشيطان كانت عندي مهات كابش ممقس مقلب عليها هنا بين الصفحات وهربت لي دبا بلي هاي هاو شاكون الكلمة ديها شاكون هدا مستر سقل اين هدرجتها الامم المتحدة هذي سبتوميليا غا سكت غا سكت غا سكت غا سكت غا سكت غا سكت من بعد مهتي من بعد شوف انا نكبر لكم باش تشوفوها مزيد سميح السامير هاو راح يجاوب نقبل ما يروح هاو شوف مستر سقل لابش يسعني اما تجاوبك شا انت هذا بها السؤال اخر خلينا ادام هات السؤال هادا نحن ها نجاوبوا خلينا نجاوبوا اللي انا سعى نجون عندك انت هاذا مستر السقل ايش يقول الك انا مستر السقل يقولك يقولك اسمع يقولك دموروكن دا موروكن دا موروكن ديليقاشن اكورديني اندورست الريبيز بلتي فينيا رسولوشن بات ات د رزيربايشن بلتي فينيا اه الوظيفة كونسيدرد سبتة مليليا افني والصحراء ها هي توبي انتقلال بارت اف مروكا تراتوري جزء لا يتجزأ من المغرب وفصل الأمم المتحدة السيد تحدانا ان المغرب رسميا كان يطلب سبتة مليليا قال لك احنا لاش نقول بان سبتة مليليا اسبانيتان لان المغرب لا يطلب بهم وانا انت حداكم تريني وراكين غا مؤخرا مثلا هذا الرئيس السابق دي الحكومة المغربية سعد الدين العثماني رقال بان سبتة مليليا المغرب مغيت نزلش عليهم وهما مدينة مستعمارتان مدينتان وخرجت اسبانيا تنهاق وتنهاق ووالو ما زال يومنا هذا مدينة الحدودية من تطوان وفي كل الليبانون مكتب فيهم مدينة سبتة المحتلة مكتب هكا مدينة سبتة المحتلة متاخن من مدينة سبتة إذا هاي سبتة ومليليا المغرب يعتبرهما وهي وإفني لأن إفني كانت مازال مستعمارة والصحراء القربية هذه وعقلوا هنا الصحراء الغربية رأى سنة 1960 رأى المغرب من سمى الصحراء الغربية بحكم أنهم كانوا يقولون الصحراء الإسبانية والملك والمغرب كانا يرفض هذه الدسمية كما يقول لهم لا سميتها الصحراء الغربية أنا ما سميتهاش الجمهورية الديمقراطية الصحراوية العربية هذه سميتها الصحراء القربية بحكم المغرب من أطلق هذه الدسمية إذا ما جوش يضحكوا لي يقول لك هكتبوا لكم الصحراء الغربية الصحراء الغربية اسم جغرافي والمغرب من أطلق هذا الاسم با إذا ما المستعمر أطلق عليها اسم الصحراء الإسبانية ونحن اللي كنا كنا نقوم بطلق إذا شكرا جزيلا هذا هو آخر نقطة دي علينا تحدث أخ شمالي يسمى المدينة عندهم ملف الأمور المتحدة هذا نقطة أخرى هم شنعشة كما ذكرت هم شنعشة هاد سعادة لا يوجد لكن إذا بغيتها أشوف هاد جاوب هاد أخسر معي أقول لكم من دا بقى أنا أقول لك هل نفتح شكرا جزيلا